في كمان في مزمور 110 الآية الأولى بتتكلم برضو عن لهوت المسيح وعاوز أقتبس هاي الآية من نفس المزمور مزمور 110 الآية الأولى مكتوب قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي قال الرب لربي لكن لاحظ يسوع في العهد الجديد حتى يوصل ويوضح نقطة مهمة عن هويته عن كيانه نقرأ في مرقص 12 أحبائي من خلال توجيه سؤال في مرقص 12 إذا ممكن يعني أنا ممكن أفتحها وأقرأ حتى تشوف بيقتبس نفس الآية مرقص 12 من آية 35 ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة إن المسيح ابن داود لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك فداود نفسه يدعوه ربا فمن أين هو ابنه وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور كما حكيت لك خلي بالك ارجع للوقت المعاصر للمسيح كيف اليهود فهموا الآيات والنبوات اللي بتتكلم عن المسيح فالمسيح وجه سؤال فمن أين هو ابنه يعني بكلمات بسيطة أراد لئ منهم أن يفهموا المضمون أن المسيح حقيقة هو رب داود ولاحظ داود لما بيتكلم يميز بين كلمة رب كلمة رب اللي هي يهوى في العهد القديم وكلمة رب اللي هي بتعني سيدي أو بتعني ربي بكلمات أخرى عبر داود بوحي من الروح القدس كما فسرها المسيح على نفسه أن ابنه سيكون لهوت يعني بكلمات أبسط أنه سيكون ابن الله وابن الله مرة تانية لا تعني التناسل الجسدي حاشة فالله ما عندهش صاحبي ولا يلد ولا يولد الله طبعا هاي الدلالة روحية عميقة جدا هو التعبير عن الذات الإلهية وأن الذات الإلهية معلنة من خلال شخص المسيح يعني اللي عبر عنه بكتير أشياء اللي منها الأسماء الإلهية الألقاب الإلهية الطبيعة الإلهية الصفات الإلهية الأعمال الإلهية الكرامة الإلهية الأمجاد الإلهية وهذا إن شاء الله في حلقة قادمة ممكن نتكلم أكتر عن هذا الموضوع لكن كيف فهموا اليهود فهموا كلمة ابن الله أنه هو يعني الله هذا المفهوم اللي فهموا اليهود مشان هيك كان بيعتبروا هذا الشيء تجديف تجديف لكن واضح من خلال كمال المسيح ومعجزات المسيح القوية يعني فهموا أنهم أمام شخصية عظيمة جدا أنه سيكون ابن الله